دمشق وإن طال الطريق يبدو أن هذا هو شعار المرحلة في الصراع في سوريا دمشق باتت حالياً وجهة المعارضة المسلحة لكونها مركز السلطة ومعقل النظام لهذه الغاية يحشد كل طرف قواته في المعركة النظام يسعى لتأكيد تماسكه وقدرته على البقاء رغم ما يعانيه من ضغط ميداني وسياسي أما المعارضة فتسعى لتعزيز مكاسبها مستفيدة من دعم سياسي خارجي كان أحدثه ما حصلت عليه من قمة الدوحة وسعياً لترجمة تلك الأهداف لواقع على الأرض تشهد دمشق وريفها اشتباكات عنيفة فقد قصف الجيش السوري بلدة شبعة في الغوطة الشرقية في ريف دمشق براجمات الصواريخ أما منطقة عين ترما فتعرضت لقصف بالمدفعية الثقيلة داريا إحدى نقاط الصراع الساخنة تعرضت لقصف جوي أعقبه قصف عنيف ومتواصل بالمدفعية الثقيلة كما تعرضت مناطق دومة وعربين لقصف جوي من الريف والأطراف تمتد الاشتباكات إلى أحياء العاصمة حي القابون تعرض لقصف استمر ساعات وخلف دمارا واسعة وفي مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين دارت اشتباكات استخدمت خلالها الأسلحة الثقيلة وغير بعيد عن المخيم قتل ثمانية جنود من الجيش السوري في كمين نصبه الجيش الحر في حي الزاهرة ضربة جديدة تلقاها الجيش السوري بانشقاق أكثر من مئتي جندي بكامل عتادهم وذخيرتهم في ريف دمشق الغربي وبعيدا عن العاصمة وريفها بقيت الساحات ساخنة في أكثر من مكان إذ تعرضت دير الزور لقصف عنيف من القوات السورية المتمركزة على المرتفعات الجبلية المحيطة بالمدينة وفي حمص تعرضت الرستن لقصف مدفعي أدى لانهيار العديد من المنازل وفرار عدد كبير من سكان المدينة الله أكبر ترجمة نانسي قنقر